بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورفقنا رب وسائل المسلمين لما تحب وترضى واكفنا وسائل المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير واختم لنا ولسائل المسلمين بختمة استعادة أجمعين أما بعد نكمل قراءة شرح بن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقادي أبي شجاع في فقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعان الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلمذتهما في الدرين آمين ووقفنا على قوله وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا إلى آخره ظاهر غني عن الشرح في كل ركعة فيه 12 ركن وفي كل صالة فيه ستة أركان لا تتكرر يبقى الركعة لما يبقى فيها 12 ركن في الصبح ركعتين يبقى 24 ركن والستة التي لا تتكرر يبقى 30 ركن على عدم اعتبار الترتيب في الحساب لو اذهبنا الترتيب هتبقى سبعة لا تتكرر منها الترتيب وهتبقى 31 ركن لكنه هنا ما حسبش الترتيب ركن ولا حسب كمان نية الخروج من الصلاة لأنه قول ضعيف في الركنية نية الخروج من الصلاة ايه هي الـ 12 ركن في كل ركعة القيام وقراءة الفاتحة والركوع والاطمئنان في الركوع والاعتدال والاطمئنان في الاعتدال والسجدة الأولى والاطمئنان فيها والجلوس بين استجدتين والاطمئنان فيه والسجدة الثانية والاطمئنان فيه ادي 12 ركن في كل صلاة في كل ركعة في ستة اركان لا تتكرر وهي النية وتكبيرة الاحرام النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والجلوس له والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليم كيف نحط ستة مع الاثناشر في اتنين لان الصبح ركعتين تطلع تلاتين اتناشر في اتنين اربعة وعشر زائد ستة يبقى تلاتين رجوع طيب والمغرب تلاتة في اتناشر بستة وتلاتين زائد ستة لا تتكرر تبقى اربعين سهلا تبقى اتنين واربعين كده بردو ستة وتلاتين وستة تبقى اتنين واربعين طيب والصلاة الربعية اربعة في اتناشر تمانية واربعين زائد ستة تطلع اربعة وخمسين يبقى الشيخ مغلوتش الاعتبار عدم حساب الترتيب لو حسبت الترتيب بيبقى الاركان في الصبح واحد وتلاتين وفي المغرب تلاتة واربعين اللي هي السلاثية وفي الربعية تبقى خمسة وخمسة سهل الحكاية ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على اي هيئة شاء وافضلها جلسة الافتراش اللي هي جلسة التشاول الاوسط ان كانت لا تؤذيه لانه ده يبقى عنده عزر فاذا عجز عن القيام صلى جالسا باي هيئة باي هيئة طب افضل هيئة ايه لو هو يقدر يجلس اي هيئة من هيئة الجلوس يختار هيئة الافتراش لانها هيئة من هيئة الصلاة جلسة في الصلاة فيبقى هيئته شكله هو قاعد لها لانه قاعد بيصلي فايه اللي لم يستطع فمتربعا على الارض فايه اللي لم يستطع فبكرسي زي ما احنا ايه الناس بتصلي على كرسي الوقت لدرجة ان مساجد المسلمين لان ركب المسلمين بقى اتعبانة في مصر بالذات ما اعرفش ايه المشكلة الخلل اللي بيباوز ركب الناس بدري بدري لما اصبحت المساجد النص الخالفي فيها كله كراسي عامل زي الكنيسة الكنيس بكراسي فبقيت منظر غريب قوي والناس بتتساهل في موضوع الجلوس في الصلاة في الفريضة يبقى جاي من بيته ماشي ويقف مع صاحبه ويكلمه على باب الجامع نص ساعة بعد الصلاة وساعة الصلاة يروح قاعد متكسح فما انت كنت حلو واقب بتتكلم ما انت جاي ماشي وايلي ان القيام مع القدرة ده ركن من اركان الصلاة فالناس بتتساهل وده خطأ تبطل به الصلاة في الفريضة يعني لو جلس مع القدرة على القيام صلاته بطلة وده امره مهم ناخد بالنا منه فيبقى القيام مع القدرة ده امر والقيام يسقط امتى عند العجز فانا لا ارى واحد عجز عن القيام وجاي من بيته ماشي صح ولا لا جاي من بيته ماشي يبقى مش عجز عن القيام ويمكن كمان تسأله وتساكن في الدولة كم يقول لك في الخامس عندك أسانسير لا ويجي هنا يتكسح يعد ليه يتكسح ويعد سلامة ربنا مديول القدرة والقوة يبقى القيام مع القدرة ده مهم ان كان بيعجز يعني قادر على القيام لكن لما يسجد ما بيقدرش يقوم تاني للركعة التانية يبقى ساعتها يعمل ايه يقوم الركعة الاولان ايه وباقي الركعات يصليها جالس واضح لو طرأ له القدرة على القيام بعدما دخل في الصلاة عاجزا عن القيام واجب له القيام يعني ودخل الصلاة بدأ الركعة الاولى عاجز عن القيام دعا ربنا يا رب اويني ربنا استجاب له في الحال جات له القدرة على القيام ييجي في الركعة التانية يقوم على طول لو طرأ له القدرة على القيام اثناء الركوع وقد كان هوى للركوع ما يرجعش للقيام عشان يهو وإلا طبط الصلاة واضح لكن يقف بعد الاعتدال خصوصا لو كان بعد الاطمئنان في الركوع لأنه قد تم الركوع واضح هذه تفاصيل مهمة لو طرأ له القدرة على القيام عند الاعتدال وقبل الهوي وكان عليه قنوط في الصلاة واجب عليه القيام لأن القنوط يجب فيه القيام واضح زي في السراكعة الثانية من الصبح على ان لا يكون عوده للقيام فيه اطالة للركن القصير لان احنا عندنا الاعتدال من الركوع ركن قصير فلا يطيله اطول من ايه او اد قراءته وهذه نقطة بيخطفه فيها كثير من الناس في الوقت يقعد يدعي في القنوط مدة اطول من مدة قراءته هنا تبطل الصلاة على مذهب الشافعية للعالم بالتحريم وتصح عند الجاهل مع الكراهة في الحكم كما هو حصل في المساجد الوقت يقرى الفتحة وكل والله واحد ويجي في القنوط يقعد يقنط نص ساعة وقت القنوط يكون اقل من وقت القيام للقراءة لان القيام للقراءة ركن طويل والاعتدال للقنوط ركن قصير والركن القصير لا يطول على الطويل فان طال فقد نظم الصلاة المعتاد ان كان عالما بالحكم بطلت صلاته وان كان غير عالم بالحكم جاهل نعلمه ونصح صلاته السابق مع الكراهة واضح فدي نقطة مهمة لان بقتكسرت اوي الحكاية بالذات في ترويح رمضان في المساجد يتبارو ان ده يقول لك قاعد يدعي ساعة لربع وده قاعد يدعي نص ساعة وده يعني يبدو السابق وده مينفعش الدعاء النبي كان اذا دعى اجمل في الدعاء سطر واحد يكفل النص يوم اللي قاعد يقوله لو قلت ربنا قاتنا في الدنيا حسن وفي الخير حسن فيها كل حاجة مش ده اللي حصل لكن مش ناقص بقى نجيب دليل التليفونات ونقول اسماء كل مسلم وندعي له ما ينفعش ومسك لك اسماء الله الحسنة اسم اسم التسعة وتسعين ويؤلف عليه دعاء داخل الصلاة خارج الصلاة عملي اللي انت عايزه سلم وقعد ودعي زي ما انت عايز للفجر لكن احنا الصلاة لها نظم معتاد يجب علينا الا نخرج عنه واضح جبها الدعاء داخل الصلاة لابد ان يكون مطابقا لنظم الصلاة المعتاد اردت ان تطيل في الدعاء لا بأس ولكن بعد الانتهاء من الصلاة بعد ما تسلم قعد ادعي زي ما انت عايز بحيث انك انت حررت الناس اللي عايز يقعد يدعي معك يدعي واللي مستعجل يروح يشوف مصلحته واللي يتعب اسناء الدعاء يروح لكن انت كده حبس الناس والناس عادة بتبكي هل بيبكو خشوعا ولا بيبكو عشان عايزين يروحوا الله هو اعلم وقد بقى لك فانت حبستوهم فما يصحش مش من ادب الصلاة هذا اللي بيحدث يعني واصبح شائع في المساجد الان ايوه اذا استطاع القيام بالاتكاء وجب القيام مع الاتكاء واجب القيام مع الاتكاء لدرجة الفقاء نصه في كتب الحواشي بقى يقولك ايه ولو كان غنيا يوظف موظف ويدي له مرتب يجي يتكئ عليه ليقيم كل ركع في الفريدة لو كان غنيا يجيب له موظف سكرتير يقول له تعالا هناك خمس فرائق تقعد جنبي تسندني عشان اقف اقرى الفتح في كل ركع ويدي له اجرى مرتبك في الشهر الف جنيه تجي لي في الخمس صلوات واخد بالك ايه النصه عليه الفقاء يتخذ خادما او مساعدا ان كان لا يستطيع القيام الا بمساعد كل ده في الفريدة دون النافلة في الفريدة دون النافلة ولو اتكأ في الصلاة الفريدة مع القدرة على القيام بغير اتكاء بطلت صلاة كل دي تفاصيل يعني السند على العمود اللي وراه كده وقعد يصلي ويقره بحيث لو شالوا العمود يقع مش مجرد انه لمس العمود لا ده متكئ عليه بحيث لو فرد انه شالوا العمود يروح واقع يبقى ده متكئ اتكاء يعني معتمد على العمود لو كانت صلاة فريدة وهو قدر على القيام بغير اتكاء بطلت صلاة ولكن تصح في النفلة واضح؟ كل دي تفاصيل ايوه ما لا بأس انه يجلس على مخدة وعلى كرسي يختار الجلسة اللي تريحه يعني يختار المجلس اللي يريحه ان كان كل الجلسات تريحه فجلسة الافتراش افضل يليها في الترتيب التربيع يربه واخد بالك يوعد من ربه وعلى شكل كده بيقوله ومن عجز عن القيام في الفريدة تقييد ليه لانه لو كان قادرا على القيام في النافلة وجلس بدون عجز صلاة صحيحة لكن له نصف اجر القيام واضح؟ ومن عجز عن القيام في الفريدة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على اي هيئة شاء ولكن افتراشه في موضع قيامه افضل من تربعه في الاذهر يبقى افضل الجلسات الافتراش يريها التربع واضح؟ في الاذهر هنا الراجح في الاقوال يعني الراجح في الاقوال ومن عجز عن الجلوس طب عجز عن القيام وعجز عن الجلوس صلى مضجعا مضجعا يعني على جمجه والايمن اذا كان يقدر ينام على جنب اليمين والشمال فصلى على الشمال بطلة صلاة يصلي على اليمين يبقى نمرح اوه النمر واحد في الاتجاع يصلي على الايمن فان عجز عن الايمن صلى على الايصر مضجعا يعني على جمجه ويبقى وجهه للقبلة كويس؟ ولما يجي يركع يعد اذا كان يستطيع القعود لحظة الركوع وان لم يستطع يبقى يركع برضو وهو مضجعا ومن عجز عن الجلوس صلى مضجعا يعني على جنب الايمن اولا ثم الايصر ان عجز فان عجز صلى على جنب ثم عجز صلى مضجعا فان عجز عن الاتجاع صلى مستلقيا على ظهره يبقى لو عجز عن الاتجاع على احد يمينه او يساره يبقى يصلي مستلقي يعني اعنايم على ظهره وفي الحالة دي يبقى رجليه للقبلة يبقى رجليه للقبلة يبقى اخمصه للقبلة يبقى بطن القدم يسن انه هو يحط تحت رقابته مخد عشان يبقى باصس للقبل يسن لو كان عنده قلم في رقابته ومش قادر يبقى ما يدرش ولو كان بيصلي داخل الكعبة وسقف الكعبة قدامه فيبقى مواجه للكعبة يبقى مش محتاج يرفع ويس ولو صلى على بطنه وهو في الكعبة مش محتاج حاجة لانه ارض الكعبة قبلة لان جدران الكعبة كلها قبلة سقفها وجدرانها وارضها كلها قبلة والشفاية عندهم صلاة الفريدة داخل الكعبة تجزئ خلافا للحنابلة الحنابلة يقول لك داخل الكعبة النفلة بس لكن الفريدة تبقى خارج الكعبة قال له مريض خالص افرد عنده قرح فراش في ظهره ونيموه على وشه كده اه ينام على بطنه ويبقى رأسه للقبلة في الحالة دي هتبقى رأسه للقبلة مش رجله للك فإن عجز عن الاضجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أو ماء بطرفه طبعا هو هنا اختصر لأن فيه قبل كده رعبته يومئ برقبته يعني يومئ برأسه يعني برقبته يبقى كده بيقائم كده راكع كده ساجد ما قالهاش هنا لأن ده كتاب مختصر يبقى لا يذهب إلى الصلاة بطرفه يعني بعينه بأكفانه إلا لو عجز عن حركة رأسه برقبته بالترتيب كده فأتوا مما أمرتكم ما استطعت خدت بالك وعلاش كده بيقول هنا إيه فإن عجز عن ذلك كله أو ماء بطرفه يقصد أكفانه طرف هنا يقصد إيه أكفانه وطرفه بسكون الطاء مش طرفه طرفي دي نهاية الحبل إنما الطرف اللي هو العين كده بردو فسكون الطاء الطرف وهو العين إنما الطرف هو إيه نهاية الحبل دي معنى آخر فإن عجز عن ذلك كله أو ماء بطرفه ونوى بقلبه يعني مش شرط حتى لو بقير قادر على الكلام ينفي قلبه بس لأن عندنا الكلام التلفز بالنية مستحب فإن عجز عن التلفز بالنية يكفيه بقلبه طب ولو عجز حتى عن القراءة بلسانه يجري القراءة على قلبه كل ده يدلك على أهمية الصلاة مش الناس يجي له زوكام يبطل الصلاة شهر أي مرض يجي له يروح يبطل الصلاة أبسط مرض وأكبر مرض ما ينفع فده يدلك على أهمية الصلاة في حياة المسلم وأنها هنيجي بعد كده ناخد صلاة شدة الخوف يعني حتى وهو بيبارز العدو ويجب عليه الفريدة يصليها وهو بيبارز لها صلاة شدة الخوف ده يدلك على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحالة إنما نحن الناس بتتهاون الوقت في الصلاة بطريقة وحشة لدرجة أنها أحيانا نسقط الصلاة عشان ماتش كورة وعلى شان مثلا برنامج مهم في التلفزيون حيفوته وعلى شان ضيف حيجي له وهكذا فما يصحش لازم ندي أهمية الأشياء اللي ربنا جعلها مهمة ندي أهميتها والحاجات اللي ربنا جعلها ليست مهمة نخليها ليست مهمة يبقى اختيارنا هو اختيار الله نقدم ما قدم الله ونؤخر ما آخر الله ويجب عليه استقبالها بوجهه بوابع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده ده يجب عليه لو كان إيه ما عندهش إيه ألم في رقبته لو حط دماغه على المخدة يعني يبقى واجب عليه طب ما توجعه رقابته ما يحط والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره يعني لو صلى قاعدا بسبب هذا العزر لا قضاء عليه يعني لو طرأ عليه القدرة على القيام فالصلاة اللي صلى الله قاعد ما يداره واضح؟ ولا ينقص أجره ويبقى أجره تام لأنه صلى قاعدا بسبب العجز عن القيام لكن أجره ينقص إمتى لو كان قادرا على القيام وصلى النافلة من قعود هنا يأخذ نصف أجر القاعد والمصلي قاعدا لقضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور وأما قوله صلى الله سلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما ونائما يعني أي مضجعا لا مستلقيا لعدم روده في القادر على الاتباع ومن صلى نائما يعني مضجعا فله نصف أجر القاعد فمحمول على النفل عند القدرة لما النبي يقول من صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم ده في النفل للقادر على القيام طب لو هو صلى قاعدا وعاجز له أجره كامل بسبب إيه العاجز وهذا الحديث والثواب ينقص مع القدرة على القيام لكل مسلم إلا النبي النبي لو صلى قاعدا وصلى مضجعا في نفلته فصلاة أجرها واحد صلى الله سلم وهذا نص عليه الفقهاء مما استصني فيه النبي عن الأمة في الأحكام إكراما له صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ده موجه للأمة والنبي خارج عنه صلى الله عليه وسلم إكرامه إكرام الأنبياء عند الله واكتهاد النبي إن النبي ما يبقاش قادر على القيام ويعد أبدا اكتهاد النبي وعلوه همته يمنعه من فعل ذلك إلا عند العجز بالكلية إنما إحنا مجرد بس إن كنت يعني رجلك بس وجعتك خفي أو لسه حات وجعك لسه ما وجعتك لسه حات وجعك عند الشفعية تصلي السنة الصبح وأنت في المايكرو بس جالسا إلى غير قبلة قبلتك وجهتك لسنة الصبح والفريدة لما تنزل ولو قضاء وتبقى غير آثم لأن الشفعية قدموا إدراك الشرط أولى من إدراك الوقت لأن الشرط هنا من شروط صحة الصلاة إيه القيام مع القدر ده شرط واستقبال القبلة هذه شرط تاني عن استقبال القبلة حفقده لأن بصلي في مايكرو بس ماشي في جيهة غير القبلة وعايز أقوم مش عارف أقوم لا عارف أستقبل ولا عارف أقوم يبقى سقط عندي ركم وسقط عندي شرط فلي أن أنا أحصل الشرط وأقدمه على الوقت ده أصل ماذا بالشفعي كده مثال لو قام جنوبا قبل الشروق بخمس دقائق فلو توضأ أدرك من الصبح ركعة قبل الشروق ويبقى داء ولو اغتسل طلعت الشمس يقدم الغسل واللي يصلي على حاله ويعيد عند الشفعي ويقدم الغسل ويصلي بعد الشروق وعند الأحناف يتودى ويصلي ويغتسل ويعيد واضح؟ لا الكلام ده ميروحش بقى أمام يعمل لنا الأزمة دي نحن نتكلم مع نفسي واضح؟ مع نفسي لأنه ما فيش غيره أمام يعني يكسيب غيره بقى يصلي بالناس أماما ما يصليش معطوب نحن نتكلم على واحد أم في بيته أم في بيته لأ نفسه جنب ولأن بص في الساعة كده لأن الشروق فضل عليه خمس دقائق لو اغتسل الشمس ستطلع الشفعي يخش يغتسل والشمس ستطلع تطلع ويصلي بعد ما يغتسل ده مو أعظم الناس بتعمل كده هو ده ماذا بيتشاف لأنهم قدموا تحصيل الشرط على إدراك الوقت واضح؟ الأحناف عندهم إدراك الوقت أولا ثم يحصل الشرط ثانيا مع الإعادة يعني الأحناف يعمل هيصلي وهو قاعد الصبح في المايكرو باس لإدراك الوقت وليس لإدراك الصحة وبعدين ومما ينزل يصلي الوقت تاني لإدراك الصحة الشفعية ما يعملش جد يستنى ومما ينزل يصلي مرة واحدة واضح؟ على حسب وجهة نظر الفقيه في تقديم أيهما تقديم الشرط على الوقت ولا تقديم الوقت على الشرط فيمكن مسألة هي مبنىها كده فصل والمترك من الصلاة ثلاثة أشياء هنخش في السهوة السهوة في الصلاة وعشان كده بعض النسخ يقول لك فصل سجوده السهوة عنوانها كده وفي بعض النسخ ما فيش العنوان ده النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته يعني نسي خمس مرات في حياته كلها يبقى كأنه ما سهل يبقى نادر الأنبياء تسهى؟ تسهى والسهو هو النسيان وليس السهو والنسيان بمعنى الغفلة الأنبياء لا يغفلون الغفلة ده تجوزه في حق الأنبياء لكن النسيان ممكن والفرق بين النسيان والغفلة أن الغفلة يسبقها جاهل والأنبياء لا يطرع عليهم الجاهل غفل عن الشيء يعني جاهل بالشيء إنما ناس الشيء عالم بيه بس نسيه واضح؟ فلا يصح في حق الأنبياء الغفلة ربك سبحانه وتعالى بيقول لنبينا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذره قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا سورة يوسف وإن كنت من قبله لا من الغافلين مش كده؟ ونحن بنقول للغفلة لا تترى والنبي نبي وإن كنت من قبل الوحي لمن الغافلين أي غير العالمين بهذا الأمر واضح؟ يبقى الغفلة هنا بمعنى عدم العلم قبل الوحي سهلا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي لا يغفل النسيان في البشر ليس نقصان فالكمال يعني البشر العادي الكامل ينسى لأنه صفة من صفات البشرية كده برضو فمن كمال الإنسان البشري إنه ينسى سيدنا آدم أبو البشر وهو نبي قال فنسيا ولم نجد له عزم فنسيا ولم نجد له عزم كده برضو يبقى النسيان يجوزوا في حق الأنبياء ولكن على أل لا يكثر لأنه لا يكثر إلا من الغافل لكنه على شكلنا نقوله النبي ينسى سيدنا آدم نسي مرة واحد وأكل من الشجر خلاص وعاش ألف سنة شوف قده إيه يبقى النسيان في حق الأنبياء نادر لكن قد يقع ويقع النسيان في حق الأنبياء فيما سبق التبليغ فيه لينبهوا ولا يقع النسيان في حقهم فيما لم يبلغوه واضح؟ كل دي أمور مباحث في النسيان موجودة في علم النبوات في علم التوحيد نسيانه النبي هل ينسى ولا لا ينسى؟ ده مبحث سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك لكن دل على أنه برضو ينسوا لكن زي ما قلت لك نسيانهم ليس كنسيان سائر البشر أنت مثلا الشهر اللي فات سهيت في الصلاة كم مرة الشهر اللي فات كثير قاوي ها؟ آم أنا بقولك كثير قاوي لكن النبي ظل 23 عامي صلي بالناس لم يسهو إلا خمس مرات يبقى نادر وسهى سهى لا ما فيش حيث ما يسهو بإراداته ولا أن التغافل ده تغافل ده تبطل صلاة أستنى بس أفهمو لك أفهمو لك الصبر جميل ده أنا حافظه برة لو الإنسان عمل نفسه ناسي وهو مش ناسي جوه الصلاة تبطل صلاة لأنه صار متعمدة فلا يجوز أننا نقول أن النبي كان بيمثل النسيان عشان يعلم الناس يعملوا الزغالة كده تبطل صلاة تهمت قالها بعد غفلة الصوفية قالها بعد غفلة الصوفية عشان عايزين يعني ينفو النسيان لأن الشيخ خايفين ليكون النسيان ده نوع نقص فعايزين بقى يعني يقولك لا ده كان يعني يعني يتناسى ليعلم يعني يعمل نفسه ناسي عشان يعلم بس دول غفلة الصوفية اللي هم ما معونتهم مش فقر لأنه لو تناسى مع العلم بطلة صلاة والنبي ما يعملش حاجة تقولك للصلاة وفيه رواية برضو أني لا أنسى ولكن أنسى تنفع ما يجرىش حاجة لأنه ربنا قاهر فوق عبر ينسيه علشان يعلمنا لما ننسى نعمل ايه ونسيان النبي ما كان الخمسة كل واحدة في حالة شكل علشان يعلمنا النسيان في الحالات المختلفة مرة نسي فسلم من ركعتين هو بيصلي ربعية ومرة نسي فقام لسالسة ومرة نسي فانا نسى التشاهد الأوسط ومرة نسي قام لخمسة فكل مرة نسيان شكل علشان يعلمنا ازاي؟ والنسيان في حقه كمان لأنه بلاغ وبيان لأن لو لا نسيانه في الصلاة ما علمنا الحكم لأنه قد يبين لنا حكم قولاً فيشتبه لكن الفعل لا يشتبه وعشان كده عن الصلاة ولم يسهى عن الله واضح فالسهو قد يطرع عليه في أعماله ولا يطرع عليه في قلبه تجاه مولاه واضح؟ عشان كده بيقول إيه؟ لو واحد سألك السهو يكون من كل قلب غافل الله فازاي تقوله النبي بيسهى؟ فهم تقوله قد سهى سره عن كل شيء عما سوى الله فالتعظيم لله؟ ده الرد يعني وكان بره بيقوله وما سمي إنسان إلا لنسيه وكان أول ناس أول الناس اللي هو سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزمة سيدنا آدم نبي نبي ونسي نسي يبقى النسي يطرع على الأنبياء فالمترك من الصلاة ثلاثة أشياء فرد ويسمى الركنة أيضا وسنة وهيئة طبعا سنة هنا يقصد بها إيه؟ الهيئات الأبعاد وسنة وهيئة اللي هي الأبعاد والهيئات لاتنين سنة بس إحنا قسمنا السنة إلى أبعاد يعني تحتاج سجود سهو وإلى هيئات يعني لو نسيها لا تحتاج سجود سهو وهم ما عدا الفرد وبين المصنف الثلاثة في قوله فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو طبعا لو واحد فاته فرد من الصلاة فاتني سجدة سجدت سجدة واحدة وقمت وتذكرت السجدة دي وأنا بقرى الفتح علي أترك الفتحة وأنزل جالسا علشان الجلوس بين السجدتين ده روك واطمئن جالسا وبعدين أسجد وبعدين أقوم أترك الفتحة أه؟ أنا أترك الفتحة فرد لفرد واضح؟ طيب تذكرت أن فاتتني السجدة دي بعد ما رفعت من الركوع أو أنا راكع أستمر في الركعة والغي الركعة اللي فاته كلها ما تتحسبش واضح؟ ويبقى بعد كده أزود ركعة تهمت المسألة؟ لكن لو تذكرت الركن قبل مرور مثله أرجع له فإن فعلت مثله لغية ما بينهما وكان هذا تكمل للسابق تهمت المسألة؟ أفرد أن أنا تذكرت أن أنا نسيت سجدة في الركعة اللي فاته وتذكرت وأنا في السجدة الأولى تهمتني إزاي؟ من الركعة يبقى هروح قاعد عشان أجيب الجلوس بين السجدتين وروح ساجد وقايم واللي عملته بين ده كله لاغي واضح؟ طال الفصل نسيت في الركعة الأولى وكملت وافتكرت وأنا في الركعة الرابعة يبقى ألغي الركعة الأولى واعتبر الرابعة دي تالتة وأقوم أجيب الركعة تهمت بقى الطريقة لكن ما فيش حاجة اسمها أنسى ركن وأقول أسجد لسا ومعملوش لازم أعملوه واضح؟ لو تذكر بعدما أنهى الصلاة والعهد قريب ولم يفعل منافن للصلاة يعني ما كلش ولا شرب وأخذ بالك ولا وطع نجاسة يبقى على طول يبني على مفات يبني على مفات زي حديث ذو اليدين وأنه يتكلم وابتأ حقا ما قال ذو اليدين وأخذ بالك قالوا نعم فتوجه للقبلة وكان قد استدبرها وتحرك وبنى على مفات ولم يستاني لكن لو طال الفصل أو انتقد وضوءه أو وطئ نجاسة يعني مشي ووطئ نجاسة أو أكل وشرب كل ده يخليه يعيد الصلاة نقول له عيد الصلاة كلها واضح لا يجيب ركعة يجيب ركعة خلاص لو كان السجدة دي نسيها في الركعة التانية مثلا لكن لو نسي السجدة دي في الركعة الأخيرة مش هجيب ركعة هي التفت ويجلس ويسجد ويقعد يقرى تشاهد ويسجد سجدتين ساهه ويسل بس هل حسب السجدة دي نسيها فين روايات كثيرة لا صحيح كل ذلك لم يكن يعني مجموع الكل تماش عند النسيان وقصر الصلاة لم يكتمعان فحق صح كل ذلك لم يكن يعني مجموع الكل لم يكن وقد لا ينفي أحدهم ولو قلنا أن كلمة الكل لا تجمع المجموع بل عند بعض المناطق يقول لك الكل تنفع على الأجزاء وليس المجموع وبعضه وقع عشان كده قاله بل بعضه وقع يا رسول الله يبقى نقول أن النبي كان صادقا لأنه على اعتقاد ظنه وإن خالف الواقع لأن الكذب عند المناطق هو قول خلاف الواقع وعند الفقاء ما خلاف الظن وهو قال على خلاف ظنه فلا يكذب واضح إنما المناطق عندهم الكذب أن تقول الشيء على خلاف الواقع فإذا قلت الشيء على خلاف الواقع عند الفقاء سموه خطأ ولا يسمونه كذب لكن متى يسمونه كذب لو كان على خلاف ظنك واضح يعني مثلا أنت قلت واحد بيقولك اديني ممكن عشر أجنيس ألف فأنت متصور في ذهنك أنك أنت ما حطتش فلوس في جيبك تقول له والله ما معايا حاجة النهارج نسيت أحط فلوس في جيبك كويس ده ظنك كده ومشي الراجل حطت يدك في جيبك لقيت كل فلوسك في جيبك معاك كل حاجة اسمك عند الشرع إيه ليس كذبا ليه لأن أنت قلت ذلك عند ظنك ساعتها كنت ظنن كده وقت بالك إزاي طيب كلام اللي قلت له ده كان خطأ لكن عند المناطق ده كذب لأنه قلت له خلاف الواقع المناطق ينظروا للواقع وقيمت إزاي والفقاء ينظروا للظن ولا عبرة بالظن البين خطأ فلا يعتبر به ونقول عليه كذب فعندنا كده قواعد في الشرع فلا عبرة بالظن البين خطأ فأنت ترد على الحاجات دي بهذه القواعد أيوة يعني التقسيم دي أم دي للتقسيم لا التقسيم هو بيسأل هم احتار يعني هل ده كان نسيان يا رسول الله ولا كانت الصلاة ولا دي يعني التقسيم أم دي للتقسيم يمتلك إزاي لو شك في نسيان ركن في الصلاة ويبني على اليقين فاتبالك يبقى إن فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره أي الفرد وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاة أو ذكره بعد السلام يعمله والزمان قريب أتى به وبنى عليه زي ما النبي عمل مع حديث دي يديك وأتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو سجود السهو إيه حكمه سنة سجود السهو حكمه سنة فيه سؤال بقى كان مشايخنا يحبوا يسألون فيه متى يجب سجود السهو يلا فكر هو نفسه سنة بس متى يبقى ويجب ويأثم لو لم يفعله هو ده السؤال يلا فكر أديك فرصة كده على مشهور ده سؤال إيه مشايخنا يعني كانوا يحبوا يشوفون إحنا فهمين ولا مش فهمين ماهما كانش يبقى سؤال هو ليه صورة واحدة واجب لو كنت مأموما والإمام سجد للسهو واجب عليك أن تسجد خلفه لمتابعة الإمام فيبقى سجود السهو للإمام سنة وللمأموم واجب لمتابعة الإمام هلوة الحتة دي فإن لم يسجد مع الإمام سجود السهو بطلة صلاته لمخالفتي المتابعة شفت المهمة دي لطيفة دي ها؟ ولو سجد بعد التسليم وسمع إن الإمام سجد يبقى عليه سجود السهو وكان مسبوقا يسجد للسهو بعد ما يخلص واضح؟ إذا كانت صلاة نهارية يجهر صلاة ليلية يعني يجهر صلاة فيها جهر يجهر هو بيصلي الصلاة الليلية دي بيصليها في النهار ولا في الليل يبقى يجهر صلاة الليلة كلها جهرا له الجهر وله الإصرار على اعتبار حديثين ما فاتكم فإيه وما فاتكم فأتموا في روايا فأقدوا فعلى رواية فاقدوا يبقى أنت بتقضي الأولى يبقى تجهر فعلى رواية فأتموا تبقى أنت بتتمت الأخيرة تهم وماله ما هي فاتتك نسيانا والتاني فاتته تأخيرا بس فاتتك في الحالتين الصورة واحدة لكن السبب هو المختلف لكن الصورة واحدة فعلى رواية فاقده حيجهر وعند الشفعية فيه تفريع لطيفة يقول لك لو حضرت أنت مع الإمام مثلا ثلاث ركعات من صلاة العشاء فحضرت مع الركع الثانية فيها جهر وصورة والركعتين التانيين فيها فتحة بس ومفيها الصورة تجيب أنت الأخيرة جهرا وسورة عشان تبقى صلاتك فيها ركعتين جهريتان وسورتان وفيها ركعتين سريتان ده الأفضل الصورة دي أفضل عند الشفعية نصه على ذلك واضح يلا انتوا كترتوا الأسئلة لو سبيرنا على نفسنا أصلحنا إيه حنقول صور تانية كتيرة هتلاقوا نخلص ديه ولو لقينا في صور ما تقالتش نسأل فيه لأنه ممكن تراقي إيه جزء كبير يتجاوب بس دون السؤال بتاعك في ورقة عشان ما تنسوش يقول أو ذكره بعد السلام ذكره هنا يعود على الفرد يعني النسي والزمن قريب أتى به وبنى عليه ما بقي منه وسجد للساه وهو سنة كما سيأتي وتفتكر السؤال متى يجب سجود الساه لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها طب افرد عليه يسجد الساه وساه يسجده كمان صلاة صحيح ولا شيء عليه صلاة صحيحة ولا شيء عليه آه يعني أنا علي أسجد ساه على إن أنا حسجد للساه بعد ما خلص التشاهد فأنا نسيت وروحت مسلم وقمت مشيت يبقى خلاص صلاتي صحيحة لو سكروك الناس ولم يطل الفصل ولم تتحول عن القبلة تسجد ولو بعد التسليم والسنة هنا بقى عرفنا أن الفرد لو نسيه لابد أن يأتيه ويسجد للساه في الآخر واضح؟ طيب لو نسي بقى من السنة والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرد يعني أنا نسيت التشاهد الأوسع وتذكرت بعد ما بدأت أعرف الفتح أو بعد ما كنت للقيام أقرب وأنا عارف الحكم عالم بالحكم ثم ذكروني فعدت مع علمي بالحكم وبطلة صلاتي طيب لو تلبس بالفرد يعني القيام وذكروه فعاد إن كان غير عالم بالحكم أو ناسياً كان عالماً بالحكم فناسي وعاد صلاةه صحيح فما نتسرعش في إيه؟ في إبطال صلاة العوام لأن في ناس بتتسرع في إبطال صلاة العوام وإذا خطأ صارح العوام صحيح لأنهم جهلين بالحكم واضح؟ لكن إمتى تبقى بطلة؟ لو كان عالماً بالحكم ذاكراً لذا أنت ممكن تبقى عالم بالحكم وناسي وإذا كروك لأي نفسك قاعد يسموه كده عند الأطباء بالرفليكس يعني بدون تفكير كده قاعد وبعدين بعد ما قاعد قال ليه ده؟ لو كانتش حق قاعد لأنه عارف الحكم صلاةه صحيح لأنه جالس ناسياً ناسياً للحكم واضح؟ يعني يبقى العالم بالحكم صلاةه صحيحة إن كان ناسياً والجاهل بالحكم صلاةه صحيحة للجاهل واضح؟ يبقى من تسرعش في إبطال صلاة العوام نرجو ذلك بتحصل في كل مسجر ويقوموا الناس يصابلوا من أوله جديد وكده غلط الحكاية دي غلط والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرد عموماً أنا انسي تأرى بعد الفتحة صورة ويقوموا طلو أكبر ركعت مرجعش بقى واسيب الركوع أرى صورة فهمت؟ خلاص لأنه قرأت الصورة بعد الفتحة صنة فهمت؟ وهكذا لا يعود إليها بعد التلبس بالفرد طيب وإنت لما تتذكر التشهد الأوسط وإنت آيم إمتى تجلس لو كنت للجلوس أقرب وإمتى لا تجلس إن كنت للقيام أقرب إيه حد القيام وحد الجلوس أقرب هو أدنى حد للركوع أدنى حد الركوع إن إيدك تطور ركبك وإنت منحنح خفيل فلو إيدك عدت على ركبك وطلع تبقى أنت للقيام أقرب لو إيدك لسه ما طالتش ركبك أو تحت تبقى أنت للجلوس أقرب فتجلس واضح؟ فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لأنه هنا تلبس بركن القيام حتى من غير الفتح لأنه في ركن القيام ده ركن فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلة صلاة شو؟ عامدا يعني غير ناسيا عالما بالتحريم يعني غير جاهلا يبقى العزرين موجودين واضح؟ أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاة ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عادا يعني ما يتذكر أنه نسي التشهد الأوسط وهو إلى القيام أقرب يلزمه القيام تبقى تذكره حيفيده في إيه؟ أنه يسجد له لسه؟ ويبقى أنت الإمام لما ينسى سجود التشهد الأوسط ويقف تذكره تقول له سبحان الله أنت واقف ما تقوله سبحان الله أنت قاعد تبقى سبحان الله ليه أنت واقف كأنك بتقوله خليك زي ما أنت بس أنا بقولك سبحان الله عشان تسجد لسه واضح؟ إنما لو قام لخمسة تقوله سبحان الله أنت قاعد علشان تذكره أنه ده موضع جلوس واضح؟ ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوباً إمتى المأموم يرجع من القيام للتشهد الأوسط؟ لمتابعة الإمام أنا بصلي في الركعة التانية مأموم ورحت قايم ووقف لقيت الإمام قاعد آه رح راجع قاعد حتى لو قفت لأن متابعة الإمام واجد واضح؟ لكنه يسجد لسهوة عنها عن هذه السنن اللي هي الأبعاد يعني في صورة عدم العود أو العود ناسياً وأراد المصنب بالسنة هنا الأبعاد الستة في ستة أبعاد عند الشفعية هم دول اللي يسجد لسهوة لما ينسيهم التشاهد الأوسط والجلوس فيه والصلاة على النبي فيه هذه ثلاثة والقيام للقنوط والقنوط والصلاة على النبي فيه هذه ستة يعني لو قانت في الفجر وقال الله ما دينا في من هديته وعافينا في من عفيته وما قالش في الآخر وصلى الله على سيدنا محمد وقاله وركع وسجد عاليس جدساه لأنه ما صلاش على النبي شفت إزاي ها ايو في حواش القنوط في حواش القنوط ايو واصطلاع على النبي لا لا واصطلاع على النبي واصطلاع على النبي في التشاهد الأوسط واصطلاع على الألف في التشاهد الأخير واصطلاع على الألف في التشاهد الأخير لو ما صلاش يسجد لسهوة برد لأنه من الأبعاد القنوط عشان يبقى كامل لازم يحتوي على حمد وثناء ودعاء وصلاة عن النبي عشان يبقى كامل القنوط عند الشفعية لازم يبقى فيه الأربعة دو في حمد وثناء ودعاء وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى قنوط كامل وعشان كده يدون مثال بالآية اللطيفة الحلوة دي اللي هو لو أنت عايز تقول قنوط قصير يعني ويبقى في كل حاجة تقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قلت أنك إيه؟ تبقى أنت عملت كل القنوط لأن فيها سناء وفيها دعاء وفيها صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعملت كل إيه؟ كل أركان القنوط يبقى الأبعاد ستة التشاهد الأول يعني أن لو قررت التشاهد الأول وقلت أشهد ألا إلى الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الله أكبر وما قلتش الله ما صلي على سيدنا محمد علي يسجد سهب باهم؟ ده مين؟ ده مزهب الشفعية بس يدي من خصوصيات المزهب ما فيش مزهب تاني يعمل كده إحنا بس الشفعية خدت بالك وكذا الصلاة على الآلف التشاهد الأخير يسجد لها للسهب مزهبنا بس مزهب الشفعية بس بقي المزهب لا لكن يفوتوا الثواب لكن ما عليها السهب تسهب سهلة ولا صلاة لمن لم يصلي عليه ده صلاة صحيحة التانيين قالوا لا صلاة كاملة تعم بس لا صلاة لمن لم يصلي علي خذوا عني مناسككم والرسول سيساهم قال صلوا كما رأيتمني أصلي ولما نزلت يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سألوه علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله فعلمهم الصلاة الإبراهيمية وخلوها في الصلاة يبقى كان بيعلمهم إزاي صلوا عليه جوه الصلاة وكل الحاجات دي الشفعية خدوها لأنها من أركان الصلاة فجعلوا الصلاة عن النبي ركن من أركان الصلاة في التشاهد الأخير ومن الأبعاد في التشاهد الأوسط والنبي إيسا سلم قال في الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأنت قلت أشهده أن محمد رسول الله بذكرت محمد هو فبين يصطلع عليه يا بخيل فلازم عندما ذكرت محمد تقول صلى الله عليه فهمت بقى وتلع درجات المنبر فقال إيه آمين والركعة تأتي الدرجة الثانية آمين والدرجة الثالثة آمين الحديث مستحية فسألوا الصحابة قال أتعرض علي جبريل فقال من ذكرت عنده ولم يصلي بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين كده بردو وبعده من أدرك رمضان ولم يغفر له وبعده من أدرك والديه أو أحدهما حيان فلم يدخل الجنة فقل آمين فقلت آمين 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 في البر وفي رمضان وفي الصلاة عن النبي يبقى عمر مهم ويا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم وتسليم أمر للوجوب والوجوب يكون عند ذكر اسمه وعند الصلاة وغير ذلك سنة الصلاة عن النبي واضح الملكية قاله ده هي واجبة في الجملة الصلاة عن النبي واجبة في الجملة يعني ولو مرة في العمر وبعد ذلك سنة طول عمرك هذه معنى واجبة في الجملة الشفاء قالك لا ده واجبة في الصلاة في التشاور الأخير وواجبة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وسماع اسمه يبقى الأبعاد التشاور الأول قعوده والقنوط في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوط والصلاة عن النبي في التشاور الأول والصلاة على الألال في التشاور الأخير والهيئة لا يعود إليها بعد تركها الهيئات اللي هي إيه ما حطش إيده اليومنا على اليسرى ما رفعش إيده عند التكبيرات الانتقالية ما أخذ بك ما أراش صورة بعد الفاتحة لم يجهر في موضع الجهر أو أصر في موضع الجهر وجهر في موضع السر لم يسبح التسبحات في الركوع لم يسبح التسبحات في السجود كل دي بقى سائر سنن لو فاتته لا يسجد لسه وفاته فضيلته والهيئة كالتسبحات ونحوية مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهو وإذا شك المصلي نجي بقى في مسألة تانية الشك بقى وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنا على اليقين وهو الأقل والأحناف بنا على غالب الظن يبقى ماذا بالأحناف بنا على غالب ظنه والشفعية لا يبنون على غالب الظن بقى على اليقين يعني لونا تسعين في المية في الركعة التانية وعشرة في المية احتمال إن أنا مش في التانية الحنفي أقولك أنا في التانية غالبة الظن والشفعي أقولك لا أنا في الأولى بقى تهمت تهمت المسألة يبقى الأحناف يأخذوا على غالبة الظن الشفعية يأخذوا على اليقين واليقين هو مية في المية وتحلف عليه الأحناف طبعا ردوا على الشفعية يردود قد كده ومناقشات قد كده بينهم وبعد في كتب الفقه المقارن تقعد بقى تنبسط قوي من مناقشاتهم لبعده وتشوف الفقاء إزاي يعني فصصوا الأمور ودي لطيفة يعني ممكن تذهب إليها في كتب الفقه المقارن لكن على أي حال الشفعية عندهم تبني على اليقين يعني لو كانت تسعة وتسعين في المية يقولك لا لما تبقى مية في المية وارح يبقى اليقين هو مية في المية والظن الظن في المسألة دي كالشك كالوهم واحد عند الشفعية في المسألة العدد للركعات أو قراءة الفتحة وعدمها كالشك والوهم إدراك الطرف الراجح يسموه الظن وإدراك الطرف المرجوح يسموه الوهم وتساوي الطرفين يسموه الشك واليقين اللي هو المية في المية يبقى مراتب العلم إيه جاهل وهو عدم العلم دي أول مرتبة جاهل اللي هو عدم العلم يعرف كذا يقولك ما عرفش ريحنا الحمد لله جاهل يبقى ما عندوش علم بالمسألة حاجة عارفها مية في المية دا اسمها يقين حاجة عارفها كده بنسبة غالبة يعني فوق الخمسين في المية يسموه ظن طب المقابل ليها بقى لو أنا عرفها سبعين في المية طب والثلاثين في المية يسموه اللي هو الطرف المرجوح يسموه الطرف الراجح يسموه ظن طب استوى الطرفين يبقى شك ترتبالك والمسألة دي بقى كل ما هو غير يقين يسمى شك سواء كان وهما أو ظنا وشكرا إذا شك في صلاته يعني غير متأقل يدخل الوهم ويدخل الشك لو خمسين في المية ويدخل الظن الراجح واضح؟ في المسألة دي قد بلك أن في مسائل تانية الشفعية يأخذوا بها بالظن المسألة هي أن الشفعية ما يأخذوش هي بالظن مسألة عدد الركعات والحجن حتيجي في مسائل أخرى نأخذ فيها بالظن وإذا شك المصلي في عدد ما أتى وعلى شك كده نص الإمام البيجوري على أنه لا يأخذوا بكلام المصلي يأخذ باعتقاد نفسه إن قل عددهم فإن تواتر العدد يعني الجمع كله وجهان عند الشفعية وجه يقول يسير على اعتقاد نفسه حتى ولو الجمع كله لأنه لو أخذ بهم صار مأموماً لهم وهو إمام واضح فإذا أخذ بقولين بطلت صلاته ولو كان العدد تواتر وهذا الرأي مرجوح والراجح أنه إذا تواتر العدد ترجح عنده اليقين فأخذ بهم واضح يبقى لو أنت بتصلي باتنين ثلاثة وبعدين قالوا لك سبحان الله ما يمكنهم اللي نسيهم امشي على اعتقاد نفسه عددهم بسيط لكن أنت بتصلي بالجامع في صلاة جمعة كل الجمع سبحان الله في صوت واحد أنت عملت جناية بقى يبقى كل كده فاكر وانت بس كل ناسي وانت بس اللي فاكر صعبة دي في وجه عند الشعبي يقول لك بردو ما ياخدش به واخد بقى يمشي على اعتقاد نفسه في وجه كده واللي علي الفتوى ياخد بأقوالهم لأنهم بلغوا حد التواتر فيترجح عنده الظن إلى اليقين فيبقى ما خدش بيهم ده هو كلامهم رجح له اليقين وصلوا لليقين فيبقى بردو ما خدش بيهم ده خد بيقين نفسه تهم؟ يعني كلامهم وصلوا هو لدرجة اليقين فلما وصل هو لدرجة اليقين أخذ بيقين نفسه فصار إماما بردو النفس وللناس مش مأموما لهم وهو إمام لهم ما اكتماش عليه الاثنين وعشان كده هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم والإمام الشفعي دي باب في الصحيح اسمه هل يأخذ الإمام بقول الناس إن شك لباب كده وجبأ حجز اليدين وغير وغير يبقى ولا يسجد للسهوة عنها سواء تركاء عمدا أو سواء وإذا شك يبقى يعرفنا شك دي بتاعته دي معناها غير اليقين يدخل في الظن والوهم والشك في عدد ما أتى بيه من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة في هذا المثال وأتى بركع ويسجد للسهوة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا شوف هوا غلبة ظن تنفعه لو كتب الأحناف ما تلاقيش اللفظة دي يقول لك يأخذ بغالب ظن لو كتب أحناف ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر على القول المرجوح ده على القول المرجوح وارجعوا الراجح لو بلغ عدد التواتر يعمل واضح وسجود السهو سنة كما سبق ومحله عند الشفعية قبل السلام مطلقا يبقى سجود السهو عند الشفعية قبل السلام مطلقا سواء نسي بالزيادة أو بالنقصان واضح قبل التسليم مطلقا فإن نسيه الشفعية قبل التسليم فسلموا عليه سجود يسجدوا بعد التسليم واضح ولا تشهد بعده عند الشفعية ويقول التشهد بعده عند الأحناف سهلا يعني كل اللي بيعمل المسلمين صح يعني سجد إمام سجد بعد التشهد وبعد ما سلم وراح سجد السجدتين وقاعد يقرأ تشهد تاني وسلم هذا حنف ما تروحش تعلق معه ولا تقول له أنت عملت لنا مشكلة لو علقت إمتى تبقى المشكلة إمتى اللي مشكلة واضح؟ لأن عند الأحناف مفيش تسليم إلا بتشهد فطالما سجد للسهد بعد التسليم وعايز يسلم تاني يبقى لازم يقرأ تشهد عشان يستحل التسليم تهم؟ لكن الشفعي عندهمش تشهد بعد سجود السهد سواء سجد قبل التسليم أو سجد بعد التسليم يسلم تاني طبعا لأنه دخل في الصلاة يعني الشفعي يسجد للسهد قبل التسليم مطلقا سواء كان ناسيا بالزيادة أو بالنقصان واضح؟ بالزيادة يعني إيه؟ يعني قام لخامسة ثم قاعد يبقى كده عمل زيادة بالنقصان يعني نسي التشهد الأوسط إذا سهد بالنقصان واضح؟ في الحالتين حيسجد للسهد قبل التسليم متى يسجد الشفعي بعد التسليم إذا نسي أن يسجد قبل التسليم وتذكر بعد التسليم مباشرة يسجد بعد التسليم والأحناف يسجد السهو بعد التسليم مطلقا سواء كان السهو بالزيادة أو النقصان والمالكية إذا كان السهو بالزيادة يسجد بعد التسليم ولو كان السهو بالنقصان يسجد قبل التسليم وأنا مين لرأي المالكية في المسألة دي؟ لأنه رأيي لطيف في فقه ليه؟ لأن سجود السهو شرع جبرا للنقص أو ترغيما للشيطان فإن كان جبرا للنقص يبقى ما يسلمش عشان إيه؟ يكمل صلاة فلو كان ناسيا بالنقصان يبقى صلاته لسه نقص يبقى شروع سجود السهو ليه جبرا للنقص فيسجل قبل التسليم ما يسلمش والصلاة نقص واضح؟ ولو كان سجود السهو بسبب زيادة فده ترغيما للشيطان وطالما زيادة يبقى الصلاة كملك يبقى يسلم ويسجد بعد الصلاة ترغيما للشيطان شفت رأي الملكية وجيه إزاي؟ أنا شفعي بحب رأي الملكية وإن كنت بعمل برأي الشفعي بس رأي الملكية فيه فقه لطيف حلو يعني صح؟ جزام الله خير يعلمك الفقه الفقهاء دول يعلموك إزاي تفكر خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أحيانا قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم فهل فعل ذلك لفقه بحيث أنه سجد هنا عشان سجد بالنسيان ولا فعل ذلك لبعين الجواز في الحالتين إن كده يصح وكده صح يحتمل ويحتمل مش كده برضو؟ وبناء على كده بقى كل فقهاء عادي يفكر كل فقهاء جوم الحنبلة قالوا إيه؟ قالوا نشوف الحوادث اللي النبي سجد فيها قبل التسليم لو حصلت لك اسجد قبل التسليم والأحداث اللي حصلت للنبي وسجد فيها بعد التسليم لو حصلت لك اسجد بعد التسليم طب ولو سجدت في أحداث لم تحزص للنبي اسجد قبل التسليمك الشفعية ده مذهب الحنبلة تهمت بقى المسألة؟ عرفتوا المذهب الأربعة في المسألة؟ خصوصا أن حصر المسائل اللي سجد فيها النبي سهلة لأنها خمسة خمس صور وخلصة فسهل حسرها فصل الأوقات التي تكره الصلاة فيها نخلصها دي بالمرة ولا نخليها المرة الجاية نخلصها المرة الجاية عادة سبحانك الله أمه وبحمدك نشهد وإلا أنت نستغفر فيه سألتني حتى لا تخلص صلاتك من الجاية وتقرأ صورة كمان لو أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة فسلم الإمام وقامه ويجيب ركعتين هل يجهر في الركعتين أم لا يجهر؟ الراجح أنه يجهر في الركعتين وأكرأ صورة حتى لا تخلص صلاته من جهر وسر واضح؟ وتبع على حديث ما فاتكم فقدوا يبقى أنت بتقدي بتجيب الأولى والتاني والله تعالى أعلى وأعلى في الجنة طبعا ليسعل عن أبوي النبي في الجنة طبعا مش أبوي بس ده كل أباء النبي من لدن آدم من لدن آدم لحد سيدنا رسول الله في الجنة قطعا لحديث النبي الذي قال ما تفرق الناس فرقتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما والخيرية عند الله إيه؟ بالتاقوة وإلا مش معقول يبقى في خيرهما وأحد الفرقتين كانوا كفار فين الخيرية يا أستاذ؟ من أبقى فهمها؟ هي واضحة أصلها واضحة أنا عندي إشكالين بس نحلوهم في المسألة لكن هو اليقين أن أباء النبي من لدن آدم إلى أن وضعته أمه كلهم في الجنة هيجي عندي إشكالية إشكال أم النبي عندما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يزورها فأزن له فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له دي إشكالية حنحله إشكالية تانية قال أبي وأبوك في النار دي إشكالية تانية الإشكالية التالتة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنا من آله ومعروف أن إبراهيم أبو نبينا وأبو وآزر لو كان أبو إبراهيم يبقى فيه أحد أباء النبي في النار يبقى عندنا الإشكالية دي نحلها إزاي؟ سهلة نيجي لأول بترتيب الظهور وهو أبو إبراهيم آزر عم إبراهيم وأبوه اسمو تارح ولم يكن آزر بدليل بدليل أن سيدنا إبراهيم وهو في شبابه نهي عن الاستغفار لأبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إذن إبراهيم الأواه حليم وبنى الكعبة مع ابنه إسماعيل وعنده مئة سنة عمره وقيل مئة وعشرين سنة وبعد ما بنى الكعبة قال إيه؟ ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ده بيستغفر لوالديه بعد ما نهي عن الاستغفار لأبيه فدل على أن والده غير أبيه يبقى أبيه عمه ووالده هنا لوالده واضح؟ خصوصا أن العرب تطلق على الأب بالعم يعني العم تطلق عليه أب ويبقى تاريح كان عم إبراهيم ورباه وأبوه ده آذر آذر عم إبراهيم ورباه وأبوه كان مات وتربى يتيما كحال نبينا فكان يقول لعمه يا أبي لأن تملي العم ما يربي ابن أخوه الابن يطلع يقول إيه؟ العم يا أبوي لكن ما يقولش يا والدي خد بالك ما يقولش يا والدي يقول له يا أبي آه آه دي سبب تاني يقول لك كنه قال لأبيه إذ قال إبراهيم لأبيه آذر لو قال لأبيه سكت تنصرف لوالده لكن ما يقول أبيه آذر دل على أن غير أبيه زي ما يقول إيه؟ روح سلم على أبوك فلان أبوك فلان يعني واحد من جيل أبوك صاحبه في المدرسة مثلا فهمت إزاي؟ أو أخو أبوك لكن ما يقولك سلم لي على أبيك تروح لوالدك على طول لكن ما يقولك أبوك فلان تروح لفلان فالتحديد بفلان دل على أنه غير أبيه الذي والده وخلاصة الكلام أن الوالد لا يطلق إلا على من ولد أما الأب فمعنى مشترك يطلق على العم ويطلق على الوالد واضح؟ فإذ قال إبراهيم لأبيه آذر نطلقه على عمه ونريح نفسنا بدليل آية ربنا أغفر لي ولوالدية ما قالش لأبوية قال لي ولده غير أبيه خصوصا أنا قد نهي عن الاستغفار لأبيه واضح؟ يبقى حلنا مشكلة آذر الحمد لله نيجي المشكلة لم يأذن لي أن أستغفر لها نقول لأنها لا تحتاج للاستغفار لأنها لم تكلف بعد فأراد الله سبحانه وتعالى لا يشغل نبيه بالاستغفار لأمه لأنها لا تحتاجه فهمت؟ قال له استغفر للمؤمنين أمك خلاص مش محتاجة فهمت؟ فلم يأذن لي لأنها لا تحتاج للاستغفار لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وهو لم يبعث لهم الرسول فمش محتاجين استغفار لأنهم غير مقصرين التقصير يكون بعد التكليف وهم لم يكلف كده برضو يبقى دي طاب أبي وأبوك في النار قال لك أبوه أبي هنا عمه أبو لهب لأن النبي يتيم مما يقول أبي يقصد عمي مش اليتيم مما يقول أبي يقصد عمه ولا قال له والدي قال لي أبي وأبوك في النار طب من أبو النبي اللي في النار بنص القرآن؟ أبو لهب عمه يبقى حديث أبي وأبوك في النار يروح لأبو لهب طب أبو طالب ما يروحش لأبو طالب للخلاف في إيمانه لأن اختلف المسلمون فيه نجاة أبي طالب ومذاهب مذهبين واده وانح مع المذهب اللي هو ناجي بعد سابقة عذاب وإن هو حيسبك له العذاب أخف الناس عذاباً كمان في عذاب التنقية والترقية لا عذاب الخلود واضح؟ وبعدين يقوله إلى الجنة يبقى الحكاية سهلة وتحلت المشاكل والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك الله ثانياً حقول لك حاجة لو فرد جدلاً أن هناك دليل قوي على أن والدي النبي في النار لا يجب أن تقوله وتصرح به لأن هذا يؤذي النبي وإذا النبي من الكبائر بغل قد يؤدي إلى سوء الخاتمة فلو فرد جدلاً أنه لم ينقضح عندك دليل واضح على ناجاتهم فعليك ألا تتكلم في هذا الموضوع إكراماً للنبي حتى لا تسيء له الإمام مالك كان يلاحظ واحد في عصر العباسيين كل ما يجي يصلي بالنس الإمام يقول تبت يا دهبي لهب وتب في كل صلاة فقام قال له الإمام مالك قال له والله آراك رجل سوء تريد أن تسيء النبي في نسبه شو معنى الصورة دي وكل صلاة يبقى يسأل النبي مع أن أبو لهب ده بنفسه لكن لو واحد كل شوية يقول لك عمه في النار عمه في النار أبو لهب في النار ما انتفعش به ده في حد ذاتها استهتار بمقام النبي يؤدي إلى سوء الخاتمة ده أبو لهب فما بالك فيه ما لا يجب فيه دليل قاطع واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى اقرأ رسالة فيه رسالة مطبوعة للزيني رحلان اسمها أسنى المطالب في نجاتي أبي طالب اقراها وقابلني للتلات الجاية ما أنا بتكلم؟ عبد المطالب نجي طبعا نجي طبعا لأنه مات قبل البعثة مات قبل البعثة وأبوه مات قبل البعثة احنا أبو طالب ليه في خلاف لأنه حضر بعد البعثة مش كده برجو فده في الخلاف لكن عبد المطالب وهاشم وبناء وعبد مناف ولؤي وقصي وكل دول لحد عدنان لحد سيدنا آدم كل دول نجي واخد بالك لكن الإشكالية في أبي طالب لأنه حضر بعد البعث ولم يظهر له إسلام ولكن كل أشعاره تدل على الإيمان واخد بالك فبقى فيها إشكالية هل يقبل إيمان من لم يصرح بالشهادتين بالقول أو يقبل إيمانه فينتفع في الآخرة ولا يأخذ أحكام الإسلامي في الدنيا تقيمت الزايد مسألة وعلى شك كده فيها مسألة فلازم تعد تبحث فيها وأنا أميل أنه هو ناجي في الآخرة ولو دخل النار لا يدخل دخول خلود ولكن يدخل دخول تطهير لتقصيره في إظهار الإسلام وإن كان وهو أخف الناس عذابا لأنه لما أخفى إسلامه وأخفاه شفقة على النبي لأنه لو أسلم كان النبي حيسجد إزاء الكفار له فهو أراد ألا يعني يفقد هيبته عند الكفار حتى يحمي النبي بهيبته فلو أظهر الإسلام لن هدت هذه الهيبة وأساءه للنبي إساء بلغة وده الراجح ولما ترى أشعاره تعرف كده تعرف أنه كان أصد كده أنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم والله وتعالى أعلى وعلى لأنه كان محدش من ولاده خد رأيه ولي قال له اتبع ابن أخيك ابن عمك واخد بقى لك الفرل ابن عباس ابن أخوه كلهم كان يقول لهم روحوا اتبعوا محمد صروا وراءه وسيدنا علي بن أبي طالي بيقول له كده كلهم حدش خد رأيه في حق في الإسلام يقول له اجري اسلم تقيمت إزاي فدل على أنه هو كان بيتأخر في إسلامي والذي يظهره لمصلحة النبي في اعتقاد نفسي حماية للنبي فقال هذا الأمر يكون مقبولا عند الله فينجيه بالكلرية ولا هذا الأمر يكون غير مقبول عند الله فيعذبه يبقى دي مسألة فروع وليست أصول تقيمت بقى المسألة والله تعالى أعلى وعلى سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله